السلام عليكم ورحمة الله و اهلا وسهلا بكم وقناتي قناة طبخ من بغداد حبيت اشاركوياكم هذا الفطور البسيط ان شاء الله تعجبكم الوصفات الموجودة بالفيديو وتستفادون من عدها سواء كنتوا هسا صايمين بمناسبة شهر شوال المبارك ينعد علينا وعليكم بالخير والعافية او حبيتوا اتجربوها يعني بالغدة بالعشة ان شاء الله تاكلوها وتعجبكم وبالفصحة وعافية مقدما نقول بسم الله ونبدي رح نبدي اول شي نسوي الشربة مرق الدجاج مرق الدجاج هذا انا اسوي وافرزه استفاد من عنده بالشربات بالطبخات طريقة حفظة وتفريزة من ازلتلكم اياها بالقناة هخليلكم الرابط ماتة بصندوق الوصف اذا حبيتوا شوفو تركت هسة مرق الدجاج على نار متوسطة على مود يذوب ويانا ويبدي يغلي بعدين جبت قدر خليت بي اصبع منها الزبدة وحبت بصل متوسطة ثرامتها وبديت احمسها انتظرت البصل الى ان شوية يذبل فقط يذبل لا تخلوه يتحمر اضفت علي ملعقة طعام ونص مناط طحين خلاطت الطحين ويالبصل بهشكل هذا وبعدين بديت انزل علي شوية شوية مرق الدجاج استاخن مرق الدجاج لازم يكون ديفور وشوية شوية اضيفوه الى ان ينخلط ويبقية المكونات وصيروا اياكم بهشكل هذا لا اضيفون مرق الدجاج كله بنفس الوقت على مودة الطحين وياكم ما يعقد نزلت هزة نص كوب من الحليب وخلطته طبعا القدر على نار متوسطة بس راح نخفوفها ونخليها على نار هادئة ونبدي نضيف الخضروات والدجاج عندي هنا حب الجزر براشيتها باستخدام الحافات النعمة راح اضيف ايضا شوية من الدجاج طبعا هذا الدجاج مطبوخ ومستوي اني بيبقى عندي من الدجاج المسلوق او الدجاج المشوي اثلسه واخليه بأتياسه صغيره وافرزه بالفريزر من احتاجه بالشوربة مجرد اطلعه من الفريزر اخليه فوق واضيفه بالشوربة راح اضيف هسه شوية من الملح ورشة من الفلفل الاسود واخلط بهشكل هاذا وطبعا النار تكون هادئة واضافة بسيطة جدا من المعدنوس او البقدونس اسا انا ضفت كل المكونات ورح اترك الشوربة على نار هادئة الى ان تبدي تغلي هاي الشوربة طبعا هي شوربة المطاعم البيضاء طعمها جدا طيب اتمنى تجربوها ومتاقدر راح تعجبكم هذا شكلها بعد ان تركتها على نار هادئة تقريبا ربع ساعة صارت ويانة جاهزة طبعا اذا بقى منعدها لي ثاني يوم وجيتوا عليها دا تحموها وشفتوها صارت ثخينة وهذا شي طبيعي لانبيها الطحين خلو لها شوية مي وخلطوها وصروا اياكم تمام طبعا ويا هاي الشوربة طيبة سويت شوية من عصير التمر هند او التمر هندي كلش طيب طبعا طريقة عملة موجودة بالقناة راح اخلي لكم الرابط مالتها في صندوق الوصف ومثبت في اول تعليق طريقة عمل جدا بسيطة وصحية ان شاء الله تجربوها وتعجبكم سويت ايضا شوية من الباقلة المسلوقة طبعا جنة كلش مشتهيها فاخذت تقريبا نص كيلو غسلتها كلش زيان بعدين خليتها بكمية وفيرة من المي وخليتها تجدر على نار متوسطة ورح انتظر الى ان تبدي تستوي ما رح اضيفوا اياها اي شي شو قد تعرفون الباقلة عدكم تقريبا رح تستوي منوش شوفون لون القشر مالتها تغير وصارت بهالشكل هذا طبعا اذا احتاجتوا اضيفون مي اثناء عملية السلق مثلا كنتوا ضايفين مي قليل فمن تجون اضيفون مي لازم المي يكون حار على مود الباقلة ما تجزر اضيفون مي حار وتستمرون بعملية السلق الى ان تستوي هنا انا بهاي المرحلة الباقلة عدنا استويت تقريبا تاخذ 40 دقيقة يعني حسب نوعية الباقلة وخشونتها اللي دا تستخدموها بعد ان استويت ضفت لها الملح رح اتركها بعد فدربع ساعة تاخذ غلوة بسيطة ويا الملح وتكون ويانا جاهزة سويت ايضا شوية من كبدة الدجاج جبت مقلات خليت بيها كمية بسيطة من الزيت النباتي وحبت بصل متوسطة قطعتها به شكل هذا وبديت احمسها اول ما تشوفون البصل عدتكم بدايذ بل نزلون عليها الكبدة طبعا الكبدة هذي مات دجاج قطعتها وغسلتها كل جزيان رح ابدي هسة اقلبها ويا البصل الى ان يتغير لونها انا ما اسلق الكبدة ابدا اذا سوون هاي الخطوة اولا رح تغيرون طعمها وثانيا ما رح تقضون العفو على طعم الزفرة جربوا هاي الطريقة بدون ما تسلقون الكبدة الكبدة من تنحمس كل جزيان ما يبقى عندنا اي طعم للزفرة هذي الطريقة انا منازلتها باليوتيوب قبل ثلاث سنوات ارجعوا للفيديو السابق اقروا تعليقات الناس اللي جربتها حتى تطمئنون وتاخذون فكرة عن الطعام جدا طيبة وسهلة وسريعة شوفوا شون وصلت ويانا الكبدة لهاي المرحلة بعد ان تنحمس ويانا الكبدة كل جزيان رح نضيف عليها نومي بصرة مطحونة كاري وملح اذا ما تحبون طعم النومي بصرة المطحونة ويا الكبدة تقدرون تستبدلوه بدبس الرمان اما هذي او هذي الاثنين طعمها روعة تحفة ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم رح احمس هسة الكبدة ويا التوابل وطبعا ما تتخيلون شنو الروائح رح تطلع رهيبة بعدها رح اضيف عليها تقريبا كوب من المي مو اكثر واكيد طبعا كمية المي حسب كمية الكبدة اللي انتوا دستووها المهم ما ترتفع فوق مستوى الكبدة مثل ما شفتوا كمية المي وصلت للنص تركتها بعدين على نار متوسطة قبل ما ينشف عدنا المي بمية بالمية رح اضيف شوية من الفلفل وتقدرون تضيفون شوية من الطماطع او ما تضيفون حسب رغبتكم اذا حابين اصلا بدون خضروات ايضا حسب رغبتكم هاي كلها اضافات شخصية لكن تنضيف الطعم كلش طيب بعد انضفت الخضروات رح اتركها تقريبا خمس دقايق عشر دقايق يعني مو اكثر مجرد عندنا الطماطع تذبل بعد هاي طفون النار وتكونوا ياكم جاهزة رح تكملوها بسرعة ورح تاكلوها بسرعة ورح تعجبكم كل شي هوائي ان شاء الله تسووها وبقالوا الصحة وعافية كطبق جانبي قدمته ويا هذي الاكلات حبيت شوية اسوي مقرمشات التجاج وشوية من البوتيتا او الفنقر وطبعا استخدمت القلايا الهوائية باعدادها للناس اللي تسألني عن القلايا الهوائية طريقة استخدامها الاكلات مالتها انا مسويت لكم البوم بالقناة يشرح لكم كل شي كل التفاصيل كل الاكلات وان شاء الله مستقبلا ايضا انا ازل لكم اكلات جديدة خليتها لمدة ربع ساعة بدرجة حرارة 180 صارت ويايا بهالشكل هذا اذا حبيتوا اشوفهم بقية الاكلات مات القلايا الهوائية تقدرون ازورون الالبوم خليت لكم الرابط ماتتيب صندوق الوصف ومثبت في اول تعليق فطورنا الطيب صار جاهز سهمكم العافية ربي يرزقنا واياكم من الطيبات ويشبع كل جوعان سوينا اكلات بسيطة نطتنا سفرة حلوة ان شاء الله تكون الاكلات عجبتكم وحبيتوها اتمنى فعلا تجربون طريقة عمل الكبدة بالدجاج هذه اذا بعدكم امجروا بيها واكيد طبعا اي سؤال عندكم كتبوا ليها بالتعليقات وان شاء الله ارد عليها هذا كل ما كان عندنا اليوم يارب يكون الفيديو عجبكم وخدمكم اذا حبيتو اتمنى شاركوا بين الاصدقاء واشتركوا بالقناة اذا كنتم مشتركين وخلونا لايك من ايدكم الكريمة نلتقي ان شاء الله في فيديوهات اخرى شكرا للمتابعة وإلى اللقاء